اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى لنا بقوله وقل رب زدني علما فزيادة العلم لا تأتي بالأحلام وإنما تأتي بالجهد على الأيدي والأقدام وسهر الليالي بين صفحات الكتب وبين أيدي العلماء هكذا كانت ولا بد أن تبقى وتستمر حال من يريد أن يتطور في هذه الدنيا وخاصة نحن الذين نعيش في هذا البلد الذي يتوفر فيه كل مصادر العلم والتعلم ولا حجة لأحد في أن يقول سوف وسوف بل لابد أن نبادر لذلك إخواني أفضل العلم ما كان من الله سبحانه ومن رسوله عليه الصلاة والسلام فهو المعلم الأول الذي طبق الإسلام على أرض الواقع النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن بمعنى أن يأتي من الفاتحة إلى الناس فيفسر القرآن آية آية ما فعل هذا وهذا فيه رحمة لأنه لو فعل لا أغلق باب الإجتهاد وانتهى ولا ما كان يطيق أو يطيق ذلك الجيل ما سيقول لهم صلى الله عليه وسلم عن المستقبل لذلك تركها للناس والناس كلما مر عليهم زمان طرأ عليهم الجديد فوجدوا فيه القرآن أصلا له بالتحديد كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تفسيرا عمليا بتطبيق معانيه بتطبيق مفاهيمه بأن يكون قدوة عملية للناس هكذا كان تبيانه كما وضحت الآيات لتبين للناس كيف بيّن؟ بيان عملي على أرض الواقع كيف تكون أبا وكيف تكون زوجا وكيف تكون قائدا وكيف تكون محاربا وكيف 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 إلى أن تكتمل الصورة المتكاملة للشخصية المؤمنة القرآنية كما تعرفونها في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم نتبادل وإياكم أطراف الحديث في فكرة طبقها أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى مع أبيه كما جاءت الآيات تبين نستشف ونتعلم منها كيف أتواصل مع الناس الذين من حولي سواء كنت معهم متفق أو كنت معهم مختلف ضمن مظلة إنما المؤمنون إخوة لا بد أن أحترم كل إنسان أمامي كل إنسان أتعامل معه وأحتك به احتراما مطلقا ولا بد إذا ما اختلفت معه في شيء ما أولا أن يحصر الخلاف في ذلك الشيء ولا يعمم على كل الأشياء فنحن بيننا قواسم مشتركة كبيرة وكثيرة نتفق فيها نختلف في جزئيات يبقى الاختلاف في الجزئيات ولكن لا يجوز أن يتجاوز إلى الذات نختلف في الفكرة لكن يحترم بعضنا البعض ولا يعني نقلل من احترامنا للناس الذين يختلفوا معنا أبدا هذا دليل ضعف ودليل عدم ثقة ودليل جهل بالعكس عندما تختلف معي في الرأي أحترمك وأطالبك بأن تبين وتبرهن على صدق أو مصداقية ما تقول نبينا إبراهيم عليه السلام وقصته مع أبيه الواردة في سورة مريم لاحظوا إخواني قال أهل العلم نستشف من هذا الحوار أن لنقل الرسالة للطرف الآخر المخالف لك في الرأي محاور المحور الأول لابد أن تبين له ما تظن أنت أنه خطأ نأخذ مثال الزوجه زوجته تصرفت الزوجة تصرف أنت تعتبره خطأ وبعد ذويه يعني بهذه المناسبة إخواني بحسب ثقافة الإنسان أحيانا تختلف عندك معايير الرضا وعدم الرضا معايير القبول وعدم القبول ما تراه أنت نظيفا قد يراه غيرك غير نظيف وما تراه أنت غير نظيف قد يراه البعض بالمعلمة هذه قضية ثقافية عندنا شرق وشرق أدنى وشرق أوسط وشرق أقصى عندنا من أفريقيا وعندنا من أوروبا عندنا محليين فالثقافات المختلفة تؤدي إلى أن المعايير تختلف وبالتالي أنا لازم أدرك هذا قبل أن أبني أحكام على الناس فعندما تخطئ الزوجة أو يخطئ الموظف أو يخطئ الشريك قد لا يعلم هو أن هذا بنسبة لك خطأ فأول خطوة قبل ما أعلن الحرب عليه أبين له أنه أخطأ ماذا قال إبراهيم لأبيه يا أباتي لاحظ أول أسلوب نداء محبة وتحبب ورحمة ما قل له يا ملعون ولقل له يا كافر ولقل له يا أهبل ولقل له يا متخلف ولقل هذه كلمات مرفوضة في قاموس المؤمن أبدا خالفني في الرأي باحترمه وبقدره لكن أبين له خطأ الذي ارتكبه والدليل وما الصواب وماذا أريد منه في المستقبل قال له يا أباتي لما سؤال وأنت بتقول لزوجتك وتقول لزوجك ترى أنت فعلت هيك ليش هذا التصرف خطأ هذه المحمر الأول أن تبين له الخطأ يا أباتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وضح له أنه في مشكلة طيب الآن لابد أن تثبت وتبرهن على أنك صادق في وصفك أن هذه مشكلة أو هذه خطأ قال له يا أباتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أنا عندي معلومات جاءتني ما هي موجودة عندك لذلك أنا أعلم أن هذا خطأ وإنت لما بدك تناقش إنسان غلط معاك أو غلط في تصرف بدك تبين له ليش هو غلط وإنت صح تبرهن تعال شوف هيك الناس بتعمل تعال شوف هيك القرآن بيحكي تعال شوف هيك الرسول قال تعال شوف هيك العالم بتعمل هيك عاداتنا وتقاليدنا مثلا بحسب الموقف وكله بيكون بأسلوب تحبب يا أبتي يا زوجتي يا زوجي يا ابني يا أخي يا ابن عمي يا شريكي بدون أن نحط من قيمة البشر فما في إنسان كامل وأنتم تعرفوا no one is perfect so we all the same as the humans إحنا كل آياتنا بشر موضوع الخطأ وارد وزي ما بيقولوا علماء أصول الفقه إخواني الضرر يزال وبدل ما أنت تقتل المريض لا حارب المرض إحنا ما بنا نقتل المريض بنا نعالج المرض المريض بني آدم ما إلو ذنب وبالتالي وضحت له أنه غلط برهنت أنه أنا صح في الدعاء أنه غلط طب الآن شو لازم أعمل لازم أطلب بأنه طلب محدد ما بنفعه تقول أنت غلطت طيب إيش المفروض أعمل إنت بتقول لزوجتك لو سمحتي ما بدي هذا يتكرر في المستقبل لاحظوا إبراهيم ماذا قال قال يا أبتي هذا الريكوست لا تعبد الشيطان أنت الطريق اللي ماشي فيه عبادة لمن للشيطان ليش إن الشيطان كان للرحمن عصيا هذا أصلا عاصي لربي فإنت عندما تطيع من يعصي الله فإنك تعبده من دون الله هذا القانون إخواني في العقيدة وإما أن تطيع الله وإما أن تطيع من يعصي الله فإذا أطعت من يعصي الله عصيت الله وإذا عصيت من يعصي الله أطعت الله فوضح له إيش المطلوب وإنت في خطابك لزوجتك وخطابك لزوجك لازم يكون في طلب واضح أنت غلطت هذا الغلط أثر فيه زعلني شعرت بالضيق شعرت بالحرج من فضلك من فضلك ما بدي هذا الكلام ينعاد بعدين لازم فيه محور رابع إيش المحور الرابع نقل المشاعر إنك تقول له أنا مش زعلان منك أنت ما نحامل عليك في قلبي شيء أنا زعلت من تصرفك يعني افصل بين تصرف الشخص وبين الشخص أنا منك مش زعلان أنا زعلت من التصرف فلما هذا التصرف ما ينعاد أعطل ما في مشكلة إحنا للأسف الشديد ننقل الغضب والخصومات من الأكشن التصرف نفسه للأكتر للمتصرف نفسه لا حتى الكافر إحنا فيه عقديت نحن ضد الكافر كإنسان كإنسان يعني كعيون وإيدين وإجرين وراس وبطن وظهر إحنا ضده لا نحن ضد الكفر نفسه الفعل وليس الفاعل أما هو أخيلنا في البشرية في الإنسانية نشفق علينا نحب له الخير إذا كان فيه ضيق بنساعده صار عنده طوارئ بنروح بنعالج بنخدمه السيرفس لا تتوقف لذلك ربنا ألم يرزق الجميع الآن الآن الجواب بلى يعني الله يرزق فرعون اللي كان يقول إيش أنا ربكم الأعلى بصفته خالق له تكوينيا رزاقه لكن هل رضي عنه رضا عن الفعل تبعه قال له لا ماذا الدليل أو ما الدليل قال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لكن لأنه كونه رزاقه وكذلك إحنا يا إخواني نحن ضد الكفر وليس ضد الكافر ضد الخطأ وليس ضد المخطئ إلى آخره إذن نقل المشاعر هل نقل إبراهيم مشاعره لأبيه قل الآن في تفسير كلمة الأب مش موضوعنا قال له يا أبتي إني أخاف ما أجمل هذه الكلمة عندما تتكلموا مع من تحبون أنا شاعر أنا خايف أنا مشفق أنا حابب أنا لامس ما تعطي القرارات الصارمة اللي ليس لها لاكسبوليتي ما في مرونة لا أخلي فيه نوع من المشاعر اللي فيها مرونة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أنا خايف إذن أنا ليش عم بنصح لأني خايف على حبيبتي وحبيبي وأخوي وبن عمي وشريكي وجاري وإلى لو أنا ما بهتم فيك وليش أضيع وقتي معك لا ينصحك إلا من يحبك طبعا لا يقدم لك النصيحة بطريقة صحيحة أما في نصيحة بطريقة الفضيحة هذا لا جاهل وهذا لابد أن يعلم النصيحة لابد أن تكون في السر بينك وبينها مش والله تروح قدام حماتك وحماك وإخوانها وإخواتها وتبلش تعمل لي نصيحة لزوجتك لا أنت أنت فضحتها إياك أن تفعل هذا بعض الأزواج بيقوم بهذا الفعل ما بيصدق يجي تحماته بيبلش إيش البدري والوخري بنتك وبنتك 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 إياك أن تفعل هذا بالعكس ارفع من شأنها أمام أهلها ارفع من قدرها أمام أمها وأبيها بينك وبينها تنصحها تؤدبها تصلح من شأنها أو تصلح من شأنه تبين له خطأه فالأمر بهذه الطريقة يكون فيه يعني نتائج إيجابية إن شاء الله إذن أربعة محاور المحور الأول أن أخبر الشخص أنه أخطأ المحور الثاني أن أبين له دليلي على حكمي عليه على الفعل طبعا المحور الثالث أطلب منه أن لا يتكرر هذا بإرادته أما والله صار بالغلط كل ياتنا ضعاف ثم أخبره أني لا أحمل في قلبي له ولا عليه إلا كل خير وبالتالي نصيحتي إلك دليل اهتمام ومحبة بهذه الطريقة لو تعاملت مع أبنائك بهذه الطريقة صدقوني إخواني ستربي ستنتج قيادات يعني شخصيات قيادية أقصد عنده القابلية أن يكون إنسان leader you build the leadership ليش؟ لأنك عم تعطيه self confidence عم تعطيه ثقة بالنفس self stream إنه أنا بقدر أحكي وبقدر أجرب وبقدر أحاول لأنه إذا ابنك قال لك ما بعرف شو بتقول له حاول حاول لو ما نجح ما انتهت الدنيا بجرب مرة أخرى وثالثة ورابعة بالأخير سينجح وسيحصد النتيجة الإيجابية التي ترفع من تعزيز الثقة بالنفس مهم جدا يا أخواتي يا أمهات ويا مربيات عززوا ثقة أبنائكم وبناتكم بأنفسهم وأنفسهم من خلال إعطاء التعزيز الإيجابي ومش دايما السلبي سلبي سلبي يعني يعني بمعنى آخر تنظروا إلى الأخطاء فقط ولا تنظروا إلى الإيجابيات هذا منهج تربوي فاشل زي ما بتحاسبني على الخطأ عززني على الصواب ارفع من معنوياتي وأحيانا بس كلمة شكرا تطلع من قلبك بتلاقي هالولد إيش انبساط ولا زوجتك بتكون إيش فرفشت لما تقولها جزاكي الله خيرا شكرا ما أروع هاللي مثلا هالطبخة ما أروع هالديكور ما أحلى هاللي عامليته في البيت بتطير طيران ما وله إنسان عبارة عن ماذا معنويات لإنسان معنويات أما تعال إنت ابدأ ابدأ بكلام سلبي شو ما كان معنوياتها تهبط وبالتالي بتصير تكره الإبداع وما هو هذا مش عاجبه ومش عاجبه ليش أعمل عمره ما حكى شكرا فإذا بتشتغل بتصير بدون نفس والحياة بتصير عبارة عن ماديات لا علاقة لها بالروحانيات هذا إخواني يعني الكلام طويل والموضوع يعني يحتاج إلى تفصيل كثير لكن هذه إن شاء الله يعني نقطة من بحر العلم القرآني والهدي النبوي في كيفية الكمينيكيشن كيف نتواصل مع بعضنا البعض من خلال نقل الرسائل ونقل النصيحة من المحب إلى من يحب أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم